السلام عليكم ورحمة الله معكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم إن شاء الله سنتكلم عن أسئلة لقطعة كارا في يير للصفة الثالثة المتوسطة بالبداية أحب أشكر الدكتور محمد العياشي طبعا تحياتنا إلي إنسان صاحب همه إنسان طموح يعني بهذا الظروف وبهذا الوضعية وإنسان أنا عرفه شخصيا إنسان عنده ظروف صعبة لكن رغم هذا كل هذا الشيء هو استمار بدأ ينزل دروس بدأ ينزل ملخصات يمتحن الطلاب يعني إنسان صراحة والله صعب يوصف يعني هواي ناس نجحت من عنده أنا متأكد يعني فضل الله ثم فضله هو وأنا متأكد يعني يعني الفائدة اللي هو انطاه للطلاب أكثر من ما انطهتها هواي أساتذة بجامعات وهواي أساتذة بمدارس تحياتنا إليه أتمنى تدعوه لعلى الله وفقه لأن أنا أعرفه شخصيا إنسان يعني ظروفه صعبة حقيقة يعني لكن هو ما يوم قال أنا ظروفه صعبة مستمر وشجاع وأريد طلاب أريد يا ريت الطلاب يتعلمون درس من دكتور محمد اللي عانى صراحة رغم ذلك هو يعني هسه عند الفيسمال تح يعني متابعين ما شاء الله يعني وكلهم طلاب قناة على تليغرام وبدون لا يفكر بربح ولا يفكر بفلوس يشتغل كلها لله سبحانه وتعالى والفائدةكم أنتم فتحياتنا إليك يا دكتور محمد وأنا صراحة هاي الفترة أني يعني انقطعت عن طالبة الثالث متوسط لأنه انشغال بطالبة الجامعة وأعتذر من عدكم وإن شاء الله نرجع ورجع قوية وتحياتنا لكم جميعا اليوم عدنا صحة وقطع عن هذه القطع عدنا أول سؤال يقل لك السيارة التي يتحدث عنها الكل وسيارة الموسم السيارة التي يتحدث عنها اسمها بان ذهري إذن جواب صح بالمناسبة الملزمة مو إليه ملزمة ست بتول تحياتنا لها أنا مجرد شرحت وهي يعني زكاة العلم نشره فأنا حبيت أنشر العلم تستفادون أنتم والكل إن شاء الله يستفاد من هذا الدرس السؤال الثاني بعض الشبان أو بعض الرجال غير مهتمين بمحركة يعني غير مهتمين بالمحرك مالته خطأ فالس نعم هم كانوا مهتمين إذن it is true بالمناسبة ممكن بالوزارة يجيب لك سؤال يقول لك some young men are very interested in its engine يقول لك بعض الشبان مهتمين بالمحرك مالته إنت عبالك هذا السؤال نصنا من الكتاب وإشانة نتخليه ترو خطأ ركز فإذا ما قل لك not لازم تقوله true لأن هم أصلا الشبان كانوا مهتمين بالمحرك مالته فخلي يكون تركيزك شديد تمام فهنا قيل لك not أنت تقوله لا خطأ أما كانوا مهتمين أوكي زيان ثالثين بانذر 3 has no standard features يقول البانذر 3 هي ما عدها feature قياسية إذن لا بالعكس هي كان عدها features قياسية وأكو يعني features يعني خاصة خصائص خاصة أو ميز خاصة خلنزمي إذن أكو مميزات خاصة وأكو مميزات عامة إذن هي تمتلك مميزات عامة هذه الجواب راح يكون false لأن هي it has هو قال no راح تقوله false مو ماكو هو أكو تمام فهذا السؤال أيضا ركز عليه احتمال ما يجيب لك النو أوكي فخلي يكون عارت إذا قال لك no إذا جاب لكها نصا هي شيء تقوله false إذا ما جاب لك النو تقوله true زيان هناك مجال أضافي داخل هذه السيارة صح نعم true إذن جواب true فركز ممكن يقولك there is no لا يوجد فأنت تقوله false فركز يعني تمام بانذر 3 سيارة بانذر has seats لديها مقاعد for 6 people إذن عندها مقاعد لستة أشخاص جواب خطأ false جواب هو 8 8 people تمام إذن أعيد هي سيارة علها 6 مقاعد يعني سوري 8 مقاعد يعني 8 أشخاص يمكن أن يكونوا في هذه السيارة إذن 8 ركاب يمكن أن يكونون في هذه السيارة فإحتمالي يقول لك يعني 8 فإنت تركز خلي يكون تركيزك هي بالقطعة 8 فإذا قال لك 8 قل له true إذا قال لك 6 قل له false خطأ زين قل له false زين هنا قال لك السيارة بانذر 3 is actually very expensive هي حقا غالية أو غاية غاية في الغلا يعني جدا غالية لا خطأ هي ممكن لش غالية أصلا يعني هي رخيصة نسبيا يعني تمام هي تكون رخيصة أوكي ذه آخر سؤال قال لك بانذر 3 is really safe car إذن هي حقا سيارة آمنة شنو السبب there are airbags هناك حقائب هوائية for driver and other safety features وهناك أيضا خصائص تهم تهم الأمن وتهم الصحة للسائق فإذن هذه هي الأسئلة جواب true صح لأن هي سيارة صحيحة آمنة هذه هي الأسئلة المهمة جدا أتمنى شاء الله استفادئتم من عدها حاولوا تركزون حاولوا تقرون قراءة يعني تكون بتركيز مو بس قراءة مباشرة هذا الدرسنا إن شاء الله المحاضرة القادمة رح ناخذ قطعة أخرى أيضا ونتكلم عن أسئلة أخرى تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر